السلام عليكم و اهلا بكم و حلقة جديدة و يوم جديد في مزرعتك في بيتك النهاردة الجمعة 22 مارس 20 24 اهلا بكم في يوم جديد و حلقة جديدة و تحدثات البورصة النهاردة للدواجل طيب النهاردة هنعرف كل الاسعار ولكن قبل نبدأ الحلقة العادة ما تنسوش نزله حالا في الكومن صلوا على الحبيب المصطفى اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله ما تنسوش كمان تكتبوها بأيديكم في التعليقات و خلوها شاهد لنا يوم الايامة احنا تخطينا ال 75 ألف أخ و أخت على القناة من مصر و من كل الدول العربية مستعب علينا أبدا نجمع ألف صلاح على الحبيب المصطفى اي حد من اخواتنا المبتدئين عنده دور التسمين المتابعة معي مجانا على الرقم اللي بسيبه لحضراتكم في نهاية كل حلقة و مهمة قوي تكمله معنا الحلقة للآخر اي حد عنده اي سؤال يكتبهولي في الكومنت تحت الفيديو و برد على معظم أسئلة حضراتكم قدر المستطاع طيب النهاردة بداية كده عندنا نزول حلو قوي في أسعار العلف فيه نزول قوي جدا مسمع في السوق ما تخليهش حد يستغلكه و لسه يبعلكه بالأسعار القديمة لأن خلاص الأسعار سمعت يعني خلاص التجار ما عادوش يقدروا ان هم يتلعبوا في الأسعار أو يبيعوا على مزاجهم خلاص كده طيب عندنا النهاردة كمان نزول في أسعار الفراخ البيضة النهاردة نزول جديد و خلي بالكوا الأيام اللي جاية مش هيبقى فيها ارتفاع لأخواتنا اللي دايما بيسألونا الفراخ هتفضل رفعه ولا هتنزل بصوا يا جماعة السوق مستقر للوقتي في الفراخ البيضة فيها نزول أو فيها استقرار نوعا ما أما بالنسبة لأسعار الكاتاكيت النهاردة عاوز أقول لكم طبعا ما فيش أسعار للبرس في الكاتاكيت بكرة إن شاء الله هنقول لكم الأسعار الحقيقية النهاردة طبعا الجمعة الناس اللي عندها شغل قطعي بتبيع على سعر الخميس تعالوا بنا نشوف التحديثات الجديدة ما تنسوش ارفعوا الحلقة بلايك علشان الكل يعرف الأسعار النهاردة ما تنسوش كمان شيروا الحلقة وكمان ما تنسوش اصطلاق على الحبيب المصطفى يلا بنا البط البلدي أرض المزرعة 130 جنيه والمحلات 140 جنيه للكيلو الفرنساوي أرض المزرعة 93 والمحلات 100 جنيه للكيلو المسكوفي أرض المزرعة 120 والمحلات 130 جنيه للكيلو المولر أرض المزرعة 110 والمحلات 120 جنيه للكيلو الحمام البلدي أرض المزرعة 110 والمحلات 120 جنيه للجوز السمان أرض المزرعة 70 جنيه والمحلات 80 جنيه للجوز الرغم البلدي الأسود أرض المزرعة 135 والمحلات 145 جنيه للكيلو الرغم الأبيض أرض المزرعة 125 والمحلات 135 جنيه للكيلو الأرنب أرض المزرعة 115 والمحلات 125 جنيه للكيلو البلد الحر النهاردة أرض المزرعة 116 والمحلات 126 جنيه للكيلو الرزي والفيومي أرض المزرعة 115 والمحلات 125 جنيه للكيلو أحمر بياض أرض المزرعة 78 والمحلات 88 جنيه للكيلو أبيض بياض أرض المزرعة 67 والمحلات 77 جنيه للكيلو أمهات الساس وأرض المزرعة 85 والمحلات 95 جنيه للكيلو السياسة أرض المزرعة 108 والمحلات 118 جنيه للكيلو أمهات الفراخ البيضة الهبرد الكبيرة أرض المزرعة 80 جنيه والمحلات 90 جنيه للكيلو أما عن الفراخ البيضة النهاردة وفيها نزول التنفيذ الفعلي أرض المزرعة 95 والمحلات من 104 إلى 106 في المحافظات الكبيرة أما بالنسبة لأسعار الأعلى في النهاردة وفيها نزول حلوة جدا والأيام اللي جاية النزول هيبان وهيسمع أكتر في السوق مهم جدا وحضرتك بتشتغل ما تحسبش سعر اللحم النهاردة ما تدخلش عليه سعر الكاتكوت لأن في الأيام اللي جاية برضو هيبقى فيه نزول أكتر من كده بالنسبة للفراخ البيضة فخلي بالك من الجزئية دي كمربي وانت بتشتغل ما تعملش حساباتك على سعر اللحم النهاردة في البورصة قدت إنه بيتراوح من 23 إلى 26 ألف إلعبيه قطعي في المحلات 25 كيلو 620 بادي السوبر 610 نامي 600 ناهي والكيلو قطعي في المحلات 26 جنيه نزول الدورة النهاردة إلعبيه 25 كيلو 295 جنيه والكيلو قطعي في المحلات 13 جنيه الرد إلعبيه 40 كيلو 295 جنيه والكيلو قطعي في المحلات 13 جنيه الده إلعبيه 25 كيلو 465 جنيه والكيلو قطعي في المحلات 25 جنيه المكرونة إلعبيه 10 كيلو 250 جنيه والكيلو قطعي في المحلات 29 جنيه رز بلدي عريض إلعبيه 25 كيلو 700 جنيه والكيلو قطعي في المحلات 30 جنيه رز بلدي رفاية إلعبيه 25 كيلو 680 جنيه والكيلو قطعي في المحلات 27 جنيه أما عن أسعار البيض النهاردة وفيها نزول الطبق البيض الأبيض من التجار للمحلات 150 والمحلات للمستهلك 160 جنيه للطبق الطبق البيض الأحمر من التجار للمحلات 153 والمحلات للمستهلك 163 البلدي من التجار للمحلات 155 والمحلات 165 جنيه للمستهلك أما عن أسعار الكاتاكيت فرصة حلوة جدا لكل إخواتنا اللي عاوزين يشتغلوا البط المسكوفي 51 جنيه مسكوفي مخلط 45 جنيه مسكوف الزكور ستين جنيه البيور تلاتة وعشرين جنيه الفرنساوي عشرين جنيه والشرفان عشرين جنيه والبكيني تمنتاشر جنيه المولر اربعين جنيه اما عن السمان بادئ من اربعة لعشرة على حسب العمر الروم البرونزي تمانية واربان جنيه رومي بلدي اسود خمسة واربان جنيه الجميزة البيور اربعتاشر جنيه رز فارز ديوك اتنين وعشرين جنيه رزي برابر 13 جنيه رزي على وشه 15 جنيه بلدي محسن 8 جنيه بلدي فيومي 8 جنيه بلدي حر 6 جنيه والبلدي المشاعر 8 جنيه بلدي هاجين 8 جنيه والهاجين العالي 12 جنيه اما عن الساسو النهاردة وفيه نزول قوي جدا 12 جنيه اما عن الكاتكوت الابيض الاهالي النهاردة واللي بادئ من 19 ل 22 جنيه قطاعي والشركات بادئ من 23 ل 25 وفيه شركات النهاردة اعلى شركة النهاردة 26 جنيه واهتموا جدا جدا بجودة الكاتكوت ما تهتموش قوي بسعر الكاتكوت اعملوا حساباتكو واشتغلوا التسمين من افضل المشاريع اللي انتو تعملوها ولكن لازم تشتغلوها بشكل صحيح علشان تلاقوا عائد مناسب لتعابكو في نهاية كل دورة ودي كانت الاسعار المعلنة النهاردة نتمنى يكون القادم افضل اشتغلوا ما توقفوا الشغل انتو بخير في كل احوالكم السوق طالع السوق نازل ما علينا غير السعي والتوفيق اكيد بيكون من عند ربنا شكرا جدا لكل اخواتنا من مصر شكرا جدا لكل اخواتنا من الدولة العربية بحبكو جدا في الله تسنونا في حلقة جديدة تحياتي للجميع